من منزله هذا الواقع في منطقة المصيض في عرسال خطف كايد غدادة من قبل جبهة النصرة وبعد اختفائه لعشرة أيام تم التصفيته في الجرد من دون أن تعرف عائلته سبب الجريمة سيارتان اللي اجوا خطفوا من أي جهة ما عرفنا من أي مجموعة كمان ما عرفنا وصرنا نبرو طلوعوا ونزولوا وضلينا سابع تيانا نحن نبرو من برح جينا الخبر ورق انه مقتولوا وما ستطع بيتم الرهوة وفيما ذكرت هذه الوسيقى الأمنية أن غدادة كان يقوم بنقل سيارات مفخخة لمصلحة جبهة النصرة مقابل بدل مالي من عمر الأطرش يبرز اسم غدادة خلال هذا الفيديو الذي عرضته الجبهة وفيه يعترف أحد الموقفين السوريين المقربين من حزب الله بأن كايد كان عميلا للحزب وكايد غدادة ملقب بشادي عن حزب الله ثلاثتنا تكلفنا عن حزب الله ورحنا ثلاثتنا عملنا تدريب عن حزب الله أمام هذا التضارب في أسباب التصفية لا تملك عائلة كايد أي تفصيل عن علاقة ابنها بحزب الله اسمعنا هذا الكلام مجرد أشعة كيف ما بنعرف هل هو مزبوط هذا الشيء هل هو مزبوط ما بنعرف يعني ما عنا أي معلومات بالنسبة له يعني ما كنتوا تعرفوا أنه على علاقة مع حزب الله لا 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 أبدا أبدا ما كنا نعرف بهذا الشيء أبدا نحن أبدا يعني تصفية غدادة فرضت صمتا في عرسال صمت جنب البلد ردات فعلا غاضبة هي بغنى عنها خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة ترجمة نانسي قنقر